طيب لعمل البرامة للنمساوي يلغي الضريبة على التبرعات الغذائية يعني حاجة زي دي يعني يشوف لما تلاقي ان انت انت بتتبرع وحتى على التبرع بيفرض عليك ضريبة طبعا انا شايف ان الخطوة دي خطوة ايجابية جدا وان كانت متأخرة لان في حتى بعض الشركات اللي بتقدم تبرعات غذائية كانت بتجيبها عملية الغاء الضريبة عليها ده يمكن بيؤدي الى تفعيل مساعدة المجتمع المدني لمساعدة المحتاجين بصورة افضل من ما كانت عليه في السابق طبعا وزير المالية برونر هيز على الموضوع ده ولكنه هو مرحب او تصريحه كان تصريح اتسم بالعقلانية كما يقال يعني مثل ما تفضلت استاذ امدو حدا هذا صراحة انا اراح انه فعليا هي قرار هام وبالغ الاهمية ومهم جدا انه فعلا يتم يعني الغاء الضرائب على التبرعات الغذائية يعني كل المحلات المولات اللي احنا نجيب منا مستلزماتنا اليومية بزيد عند بعض المنتجات بتقترب من حاجز انتهاء الصلاحية فهي بتم عادة شو بدون المؤسسات الخيرية بدون المؤسسات سابقا كانوا بيرموها كانوا بيطروا بيرموها لانه بيدفع عليها ضرائف وبالتالي صارت مكلفة لهم اكثر من اللازم وبالتالي عندما تنقل هذه المواضيع الغذائية الى مراكز التصوق والتي المراكز التصوق يعني رخيصة الخيرية الخيرية بالضبط يعني السوسيال وما الى ذلك فبالتالي هذا يساعد شريحة كبيرة في المجتمع من بعض المصاريف من بعض الامور المحتاجين في الدول الاخرى يعني اي شيء بساعد على صراحة على التبرعات يفترض ان يكون معفى اعفاء ضريبي تاب واكثر من ذلك انا حتى اطالب باكثر من ذلك بان يدعم جزء من هذه التبرعات من خلال الدولة من خلال مؤسسة المساعدات الاجتماعية ان يدعم جزء في هذه المحال لان يقدموا فعليا مواد رخيصة لهم فعليا محدودي الدخل في النمسا فبالتالي هذا عمل تضامني عمل تكافل صراحة قرار جيد جدا يخرج عن البردان وكمان هيساعد بعض المحلات التجارية او المنتجين للمواد الغذائية انه يشاركوا في عملية تفعيل المساعدة للطبقة المحتاجة هذا صحيح